يشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة غدا افتتاح حصن الذيد الذي ستتحول معه المنطقة لمتحف مفتوح ضمن حزمة من المشروعات التنموية في المنطقة الوسطى للإمارة من جديد تعود الأنظار للمنطقة الوسطى وتحديدا لمدينة الذيد ومعها بدأ العد التنازلي لتتشين وجهة سياحية تراثية بيئية حصن الذيد مشروع تنموي متكامل سيضاف لرصيد المدينة العريقة بتاريخها وبدوتها ومع بزوغ شمس اليوم الأشبه بإشارة انطلاق سباق مع الزمن جاء وضع اللمسات النهائية لافتتاح حصن الذيد وما يرافقه من مشاريع أخرى ستتحول معها المنطقة لمتحف مفتوح ويعود تاريخ بنائه إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي وهو مبني بطول ثنين وثلاثين مترا وعرضه ستة وعشرون مترا ويضم العديد من الغرف الزاخرة بالكثير من المقتنيات والشواهد ليكون أشبه بنافذة يناظر منها الزوار عالما لم يروه من قبل يحفظ التاريخ ويصونه للأجيال القادمة وبالعودة لتفاصيل الحياة في تلك الحقبة فقد كان للحصن دور دفاعي عن مصاتر الحياة الأساسية آنذاك الماء والطعام وهم شواهد باقية حتى يومنا هذا ولها من اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة نصيب في هذا التطور فترميم فلج الذيد لم يقتصر على جوف الحصن بل امتد بطول خمسة كيلو مترات لتطال الشريعة المارة بالمزارع وكأن الزمن عاد للوراء وعادت الحياة لأشجار النخيل تلك معها ومع تتشين المشروع سيتمتع الزوار بسوق الشريعة الجامع لعشرات المحال المتنوعة ما بين مطاعم ومقاهي وأخرى لبيع منتجات أهالي المنطقة وهو سوق مبني بالكامل من الدعون والأخشاب بتصميم متطور يراعي معايير السلامة والأمان دون تغيير النمط التراثي للبناء بالدعون وهو ذات النمط المبني به السوق المقابل للبوابط الرئيسية للحصن نمط حياة أهل البادية أمر لم يغب عن المشروع ولم يتوقف عند تصاميم السوق ومحيطه وهو ما يتضح جليا في المضمار المصغر للهجن المحاكي لمرور القوافل القديمة على الأبل بواحة الذيد كل هذا وأكثر من المرافق الترفيهية والختمية سيقدمها مشروع حصن الديت لأبناء المنطقة الوسطى وزوارها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة